ورد إلينا هذا السؤال يقول السائل ما مقدار الزكاة؟ وهل للزكاة شروط؟ ولمن أعطي زكاة مالي؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن الزكاة لها شروط ثلاثة بلوغ النصاب وحولان الحول والملكية التامة للمال واحد معاه مبلغ من المال المبلغ ده بلغ النصاب اللي هو أديه النصاب 85 جرام من الذهب فلنفرض أن الجرام من الذهب بألفين جنيه اضرب في 85 اللي هو عيار 21 مش هقول 24 ولا 18 خير الأمور الوسط عيار 21 فلنفرض أنه ابتلت تلاف جنيه اضرب في 85 طيب وصل النصاب 200 ألف 300 ألف 500 ألف يبقى فيها الزكاة طيب معاه 100 ألف ولم يبلغ المبلغ ده النصاب أقول له طيب لا تحرم نفسك من الصدقة تصدق أنا لسه بأولي الأمر الإله المقصد اللي معانه وأنفقوا مما رزقناكم كانوا بيسألوا رجل من العلماء العاملين زمان بقولوا له يا سيدنا الشيخ ما مقدار الزكاة فالشيخ قال لهم عندنا ولا عندكم قال له يا مولانا وفي عندنا وعندكم قال لهم طيب بس أولولي عندنا ولا قالوا أولنا عندنا وعندكم قال له أما عندكم فربع العشري يعني عند عامة الناس اثنين ونصف في المية إذا بلغ المال النصاب وعدت عليه سنة هجرية والمال معايف ملكيتي التامة يبقى أطلع ربع العشر على كل ألف جنيه خمسة وعشرين جنيه قالوا لهم مال عندكم يا سيدنا الشيخ قال أما عندنا فالعبد وما ملكت يداه لسيده المال كله بتاع ربنا فده مقدر الزكاة والشروط الزكاة أطلعها المين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف نخرج لهم زكاة المال أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دين ترجمة نانسي قنقر